السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل قصتنا من غني سبايا داعش ويرل بارد السابع والخمسين الجزء الثاني فرعت مرعبتي بقيت صافنا وصحت حنين بطل سوالفتش ظلت اتحك مك واحد انه بطل تركضت جوه مرعبتي لثاني الطبق ورا يوم رجعت هالحالة استمرت مرة نا انا نايمة واحسن شيء يلحقني غير الكوابيس تجيني والخنقة لما افوت الغرفتي صرت اناما يمرمح بالغرفة جوه على اكثر من مرة يصيح بيه وقاعدني اقل له شبيك لك بابا شبيك تتهل وسين اخاف من التعب يقول له ارجع انام وارجع انام واكثر من مرة يفززني في بيوم رحنا قلنا قاعدنا قلنا قاعدنا ناكل يمرمح هو نفس اسوال فرض حق ويشاقة وانا قلب ووجهي ما ليخلق خوفة رجعت لي هاي الحالة مع الامراضة نفسي وباللي القوار نايمة بصف والسرير ما يكافيني بس واحد يقل لي بس اوقا والبداية انا اعجابه لما يسمع جوابي ينطي رأيه قال حجابك ما عاجبني بويه حجابي انا ليش مساء قاعدة وذرغام موجود ما ردت افشلش قدامه لازيت حنين عليك ايه قالت بس ليش ما كان طالعشي شلو ما طالع رقبتش طالعه ذب الحجاب ذب ما يصير هاتشي انا هاي السوالف ما تمشي عندي اوكي ساحبت باكية الجقاير طلع الجقاير ورث حقال شنو شنو ما عاجبك مو دبت وجه بحرقة لا ارادية لا عادي قابل شنو شكو لا تنافزني لا تصيح رمح فهد نايم قونام لا يفز بعد قدام الولد ما طالعين لا ترى قسما بالله اخليش تفترين بالبوشي ايه دحكتو تخنيني ترى بالبيت رمح والاولاد اخوتك اخلاق وما يدحكون حجو هو يذب نفس لا تخليني اسبهم وانع الوالديهم لشاديشتش صايب حصر المن لابسه حجاب بعد رمح انت اخذتني مثل ما انا شنو اللي اتغير هل اتغيرك وشالله انا ما احبه ليش استعوينها وتغثيني يعني اتغنعيني انت مثل مثالي ومو عندك اخطاء لا قتلك مثالي انا من الصبعي الشعري راسي اخطاء وخلي يكون معلمش انا ما اتشنت هتشي بس اتغيرت الاجلش وعلى مولش اتغيرت ولا شي لا تخلين اغير اسلوبي وراتش ريام انا جذريا ما اتغير مستمر حتى ما يخسرش بس انا اقلتش هتش تعاندين والصانيش مت مترين بس عليا قتلك ملابسك غيريها اللي تقليني اخذتني مثل ما انا ايشي شنو اللبسه البس احمر قلين لا تلبسين البس ما نفسجي متغبل البس التراك متغبل شنو البس جادر وافتر تسوي الفضل اي شلون شلون خزرني بذب القطف وحس وليش حسك وليش درت وجهه وتمددت بالفراش كل شي ولا كل شي سعبت البطانية حاسب نفسه بس يحاسبني انا ابو النسوان عود مهماتين تحاسبين هون شين اتعاد ابو الغيرة ضربت على البطانية ما عندها غير لا تسويين للجيمين لا تخليني للتلبسين انا ليش اتزوجت هاي الزوال في الزواج المواسخة رمحي والله هالسمال اتطلقي ثلاث نسوان اطقل ثلاث نسوان ويتعاكون علي ريام اي والله رمح حباب رمح شني ريام اتزوج ثلاثة خلينا بنفس البيت ونسهر الزوال فضحك واكل ضربتك خد وحطي له جو حنشو يدحك رمح عندك عادي ريامي عادي رمح وليش ليله ولهن ليلة ها رمح ريام ابيع حب رصيد لابا العشرة على ضربتي واسهر للصبح اكل مسلسلات وصع وقصص وكرز حب العيش حلوي يولو عجل شلون رمح اخ الله قابله تبعيني برصيد ريام ليلتي ما ابيعك يولو يا حلوح شايتك رمح وهت شي تحكيه ويتش يكون عليك ريام ويولو قابل شنو رمح شاخوش مباشرة مخمخ السالفة ريام اختار وحودة حلوة ليطلع عن نسف الكسر ونتفشل صفان عليه وسكت شبيك يولو شبيه بين وين باكيت القنادر بصفق بصفق حياتي وحرش وحرش درت وجهي انطيت ضهري وادحك وخرب ضحك جار باكيت جقاير وصار يدخن وانا اقرأ القصص وادحك بي من مرايه تكنتو اوه اي تاكميم تنفس رد قال اقلج قولي حياتو يعني هس شني شنو حياتي ها لا مركو شي شبيك يولو جيبي جهاز الضغط اوي حياتي حروح اركض اخلا كون اقردش ومحمد اهبدش بالقاع على هاي المغاثة طفرت جبت الجهاز الضغط اوه طابق الحواجب وخشمو مقص مقصو سيف محتقن فتحت الشباك الغرفة تفسد دخان ها اختن اكتي امي والله ما لدق على راسك سويت قابل يلا حياتي قيص قيص ضغطك تعايي انتي انا تعبانة باشا من التزوج من التزوج هي تسويلك وانا حطن هي القنادر ياهي لا تفكريني لا تكفيني تمددت صاحبي تعايي قيص الضغط قمت وقفت قدامه مد يدو قالها عروق بابزة وجسمو حار يدحك بي اكلني اكل وعيونو زعلانة ركبت الجهاز صرت امشي بصابع على ايدو هو قمض وصحب نفس قال اخ الله شغلت الجهاز واخدت شعري على صفحة وهو مغمض حجه الجهاز ضغطه مرتفع ودقات القلوب سريعة والنتيجة سالبة يعني ارتفاع مرتفع ضغطك ونبدأت شي تسوي بحالي ليش هتشبويه سويت سعبت ايدي وحضني من بطني ويتمدد عن نصب اسبطني لا تعوفيني بيوم مالي غيرك بعد تشفيك ما بي اشي يروح ينامي رجع تمدد وحط يدو على عيونه وانا واقفة مكاني بحفقة سريعة ذب البادي وصدر عرقان ويتنفس حالو ايدو على عيونه ورمح الشرلي بالصبع واخرت الغطاء وتمددته بصفة واقفة مكاني اتندنا شوية اتندنا شوية صدري يشيلج مدده جوا راسي وسحبني ايلو ورفع راسي ولزمني من حنشي يدها كبير نظرات قلبي محترق اريري ما سويت شي اغارا اغار والله باعي ايدي شلون رفع ايدو ترجف ومحمد اغار من الثيابش ما حب النغاب وقتلك ما قتلك لبسي خطيئة رهفة تموت من النغاب بس هرب ومقبلها بي انا همودي الفك بالاسود وما اخلي احد يشوفك بس شا سوي لعطوك لو علقا ضحكت حضنتو ما لبسو لو اموت اختك والله مو صغر صغرا بيا بالعكس يخبل الاحتشام بس اختنق شاش بي لبستي منشنتي اخابر لك صحة ريام ما سمعتني ومش وقت منشنت بالهند وخابرت لك في فيديو ما اذكر والله انا اذكرت تعالي لزمني من حنشي ورفع راسي علو يهمس وانفاسه طخ بوجهه وبوجهي انضوق انضوق العافية قبل لا يقعد هالسف سروري كذب 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 علي قبل ما اكمله فاحت نذهب لزمت راسه وبوسته غماسته يولو غمازات نحن نحب الغمازات هاي اسوال في جمال الجهال تخجني ويج عقلي عقلي يوم ثاني قاعدين نتعشي وجاء اتصال الو فتحس بك لان شان يأكل وفاهد بحضن ويبتسم خرب وذيبة هذا دين ما انسى طول عمري رمح وكتب نعل وكتب نعل سيدي حرب جلت اقدر اوصل الهم بس انت سرعة الطريق وقعد وقد كلمتك رمح المهم انت خير سيدي خرب بيك لا تصير كل شي ابو سيدي رمح بسرعة قمد سد الصوت واحنا طقينا ضحك صاحبي ابن القندرة فاتح سبيكر جير جير بقصتك ضحك هو قال اخي وصاحبي شني نسيت وقفاتك اي عباس اجي مساء عمي اعبيس هذا ابو زينب امعدل اي بعد انت مجرب اضحك ما قدر احشي ابشي لك وعلي ما اخلي بكم طيبة اوي حرب مليق ما تستحي يضحك بيه فوقات حلقنا وهو يضحك بصوت عالي خالتي هان شنو بعد رمح شنو اوي طاح لك انو نوب اوي لعبته النفسي رمح سمعها وطقها ضحكا ما تضحك قام يكح خالتي غمت رمت انا وحنين متن الضحك على ضحكته سد الخط هو بس يضحك ودبعته بعيوني بعيونه ويقول والله يا يمو موتيني ضحك كونتش تردين بس والف هاي كتدرين شا نقول اوي خط خاب وجعي كونت وجعج ادوينك شا يمو شيني اوي صدق شاذب الشوارب شعر صخل شيني يمو اضحك لا يمو لا يمو شوارب ذن ما جبين طاريهن شعر صخل شيني اضحك ولا يمو ما ضحك هالقد بس حرب ما نقص حنان قلت انطي جبعة وانا قمت اضحك متل تختليك لان اعرف اسبالف رمح وعباس وحرب فالتو ولسانهم زفر وحنين تضحك على ضحكنا وخالهم وهالمرة هو سواننا رمح وكبر بعيني اكثر واكثر طبعا رهف ما اعرف اخبارهن لان هسه من الاساس ملتهي حاليا حاليا بس اخر شي خطيه خابرت رمح وتشكرت منه على كل شي حيل قهرتني هي اختنا وابد ما قبلت بيومها خبرتني خبرته وطمنتني ملاك رجعت تضحك وتلعب وعرفت انه حب ملاك الحروب هي ثمرت حب رهف وحرب وحس الحروب زرع حب الرهف كله وشكله بملاك مرت الايام قوة انا خلصت العالم واجباتهم الحمد الله هذا كله ما حبه من الله وباقي رمح يلوب ومتع العل بس قدر شوي يمشى على الاكازه بيوم قاعدة اثم وبذاني سمعه من درجه هو اجيه من ورايه بدون ما حسن وعظني بخدي خلاني اشيطا واقمز وهو متونس ويضحك زعلت منه يومين لين وجعني وكرهته قوة كرهت وكره ما صايف عصبت وصحت هو يضحك بس انا فاير دمي صارت تزيد عندي الحالة وعلى السجادة وأنا وابني يلعب قبالي على السجادة نايم وكل شوية ما اخذ كتاب لدعي ويخلي بحلقه صحت بيه فهد الكتاب لا بصتك باولي وضل يضحك قارت على خدوده وسحبته ارضيته وقصته شبعته بوس وكان يجي صوته ويا اول شبعتني بوس طلعت فايو احنا محرومين فهد بوسه رحم الوالديش حتى ادعيليش بكل صباح وكل مسيه راضي بيه حتى لو ابخدي ها منو محروم سالمين يا به منو عظ خدي وصار طبع اتقول وحده مكتوله بله هسا اكواحد يا عظ هاتش هي ارحا غير احبت عيوني انتي هم هاتشي حيش هاتجم لو سحفهودي الحرنة يدق دقابل حيته او ايو باولي غمز لي وضحكت من ضحكت يعني رضيت ابتسم وغمز طقب اسبوعه زعلان الابيض ما يقلي مرحبه مرحبه واضحك باهد وجهي وقال ريامها صفن ودنق ميت حك برعوني ماكوشي ابويه مرت الايام ويوم قاعدين عصرية ورمح قاعد يكتب اوراق وعندوه مندمج وانا وخالطي ظل عنا الحديقة الجو كان حلو وبيبروده حانين بسريه مع الجنات اجنتك ليجو ده تنلف ومناغات فهودي وخالطي تلاعبه اندق الباب خالطي صاحت منه جاء صوت مورا انا انا وحنين لزمت اذيال دشداشي تتحك بصدمه وفاتع عيونها بسرع عيني التفتت الحنين اشوف وجه وجهه قامو ينقط الوان اشارت لها بيعني شكو ريام حرب خرب طفلت حنين وركضت للبيت ما تشوف غير التراب وراها فاتن ثلاث نسوان ثلاثة دحكوا برية فوتوهم فوتتهم خالطي تقدموا اليه تثمتوهن سلما ورديت السلام فاتت بالاستغران وللمية الاكل والصحون وشلت فهد خليته بالكرسي مالتو واضحك حنين بيدها التلفون ومتوتر حنين تعرفهم بدون ما تجاوبه قدت صادت فوق حرفتها براحته احنا احنا كنا دخلين الصينية كلي جبل فرن طلعت منه وحضرت عصير ومي اخذته اول ما فتح الفتت اسمعها تقول احنا اخيه كنا انا ريد نجي بس ما يصير فلصة وراعي بيتش بسوى عملية مخبوصة فما يصير فلصة يعني ضحكت بيه ضحكت هاي بيتش فدوة شلون حلوة؟ قالوا حلوة بس ما توقعتها هيك حبيبتي مشكورة اخذت العصير ولكليجو هي تضحك وتضحك فلت اجاوبها ردة خالتي اضحك لا هاي شنتي عيوني ام فهد هي عيني الباردة يعني ابو فهد ابنتش اضحك يا نزول عليك عبدالله يقول بيت ابو فهد اضحك لا عيني ابو فهد ابني وهو راعي بيتي انا ام غيث امنين اعرفت بيتي والله يا حبيبتي ابني اضيتهم وطلعت بسوى ركضت الفهد شلتون ان حس قمت امشي بي وركضت رجعت ملاحقة اسماء غيرها خير ان شاء الله هسا اشوفها تعالد طلعت خالتي سدت الباب تبتسم ماماتي روحي صيحي الحنين وقل ليها تتكشخ وتترتب جاي الخطابة وخايم وقل ليها لا تخلين مكياج ولا بخ فلتنا اطلع رمح بالعكازة رادي يحكي وخزرناه انا وخالتي اللي يقول عتوي اشلوني خزرا خالتي اسكت عندنا خطاب خطاب الاختك هلا يوما جيبي فهد رمح منو تعرفينهم خالتي لا والله يوما ويامي يلا رايح اركض دحكت بهم خالتي اخذت فهد ونطيتهم رمح فاتت جوا صعدت اول ما افتحت الباب ارفتها كانت تتحكي بالتليفون بس جافتني شموته واصابي اصابها بنافزة كانها اخوها امدخنه اشوف حنين تنطح بس قلت لها جاي الخطابة يلا قومي لبسي ما اريد وراح انام انتي سالف تشمو خالية بعدين احكي لك بس قل لي لهم ما موجوده طالع منك العقلك ايه يلا بدلي بدلي وقومي يلا ما اريد حنين صديق تحكين ترى رمح جوا وهو يدري هاتش يتسوين يفتهم غير شيء اهو يعني الواحد ما عنده قرار بها البيت ابد ايه ما عندي لقومي دفرت الكرسي وطلعت تراك وتريدت اللي لبسه اخدته منها وشمرتول دينشابي قمت طلعت هلا بانضبعون وقميس اوف وايت وشان شعرها طالع وصيري جنن طولان السبب الزيوته بس طلع لبس ترتبت وهي عيونها حلوات وكحلات بس مجرد خلت الهن حمره بلون شفه وعدها مرطب بلون اخذته اخذت منه وحطرتها لاخدودها كانت بس اتناه ونقلها شبيش وليش تعرف فينه بعدين اسول فليش لزقه لزقه وسوها صديقه اختي ما اريده والله موتني هاشنو بعدين بعدين كبست هموشه وهي تعطرت نزلت جوال حكي بيه شقدت حلوة فاتت جوال والمرة اسمعت صلى على النبي ونسمعها كلام حلو لحد ما طلعت قعدت تحكي لي بالمطر سبحان الله تطلع السوار كلها لما نقعد ريام خطرج حنين ايه اخته حجة بياي وانا قلت لهم تعالوا موافقتي من موافقة اهلي واحسة ورطت ريام حنين القسمة زيني متكرر واي واذا احتاريتي استخاري ويصب الى الخير حنين وحسن ريام يباسلت حنين ايه بس مدى ابدا واخاف اكثر قلبه انا اخاف من كسر الخواطر يعني والله لو اعيش المنظمة ولا ظالمة دائما يتخيل الناس تموت ويسحى اموحوني اخي اخاف ريام ليش تفكرين هاتشي بالعكس عيشي طبيعي حنين ريام والله العظيم دائما افكر اقول ما احب ان ازال احد مني اقول لو مات شلون حاسبني وشلون اسامح نفسي ريبي الدنيا الصغيرة منا الدقيقة ما تعرفين نفسي كتعيشين لو لا ريام عجل ليش الناس متفكر هاتش وعدهم عادي يجرحون حنين علينا بنفسنا احنا اذا نتغير وننصح الناس اللي نحبها يتغيرون ويانا بس اذا نقول يولون وطبهم مرض ما نحصل شي غير احنا نضوج ونقهر لان خي يطرون ريام حسن اجابة حنين حسن رامل يسوع بس عنده مواقفة جولية فوق ما تتخيلين كان حبه الي جنن انا غلطته هو غلط فانا ما اشرب قلبه علي ما بس ما اريد اكثر قلبه احس ان القلوب ربنا يسمحها حتى لو الشخص ما اشتكى بس ربنا يسمح يسمح بشي قلبنا ريام بس هي قسمه ونصيبه ما اجبه الزواج صار لشهواية وهو حتى ما اجه رمح تنتظرين حنين اجه ريام اجه ريام رمح ما قال حنين اخذ الجهاز بمه نغلت منه رغم ضغيم العمود ادرسه ما كان عندي وشفت بمسجات والاتصالات بصمات وحجي مكلامن بس رمح ما يردوا اجه ببيتنا رمح طبع دا قال لا ما لك جيه البيتي بعد وهوين وهسه باع كل شيء وتبرى من اهله كلهم تنسون قلهم تنسون اعدكم ولد اسمه حسن وخار ابني ما رمح منه 13 مره بس رمح رافض رافض قاطع ليش من اجه حتى شوي ايه قال انت يا اسيزة قلبي ربيتك على ايدي وعيش اوي ام حسن ما تعيشين يرجعون الجنازة الي وانا حتى اضافت 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 اصبقهم بيدي اضافت ليش لو انكسرت بشين اهناك يسمون يسمون الجنازة ترجعي لجثة معقولة بس هو اتبرى رمح ما يقول شيء عبث وانا متأكد ام وما تعوفني وخصوصا رمح تزوج بعد ما عندهم شيء غير الانتقام وارضاء ذاتهم الحقيقة رمح شعلية وليش رمح حالة زيناء ورتبة وحماية وسيارة وبيت وشخصية وشكل ميتات عليها اكون اسمان تحب اللي يرينها ويطير حظها تحب تكون ما سوخية وتحب التنهان وما يفكر الكرامة لو اخلاق ومن هيتش ليش الموضوع حجيت حجتلي سحاب هاي علاقتي بيها زيناء وقالت حسن هاتشي هجي من البيت قال حتى قال اعيشا بالشمالنا غير شغله ودوامه هناك يريد يقعد وقالت امي قلبة الدنيا علينا بشارة وظلت تصرخ خر هزتنا وفضحتنا وما حد يقدروا هي وما كو ما حد والله انا حتخبر مالها رداد ريام وليش مالها وحسن حسن ايان خرس قدامها بس وشونا منيان اجدت الغوة حتى طلع من البيت وليش حتى اراتب نصائلها ولدها تكرف براتبه ونسوانهم يجدون من اهلهم على مدى الملابس والفلوس المالات ما لازواجهم جوه ايد ام حسن هاي ليش ادري طليان بالضيام الله هاي لاعيشية غير تعاملها واسلوبها وياهن حتى وهن غاي شناتها ليتوسل الياردان يطلع من البيت ما تخليهن زلم تمشي بشور ام حسن وفنج تحشين عشاية قدامهم والله مالا قلت لي تقول قدامنا ابن اخوي وجع وجع عبيدة وقلاص في ميستيل امرت اخوي استوهم مسحبته فضربته تلف حاله وام حسن تقبلت شلون تكتلينه وخلت اخوي اكتلها قدامنا ايهانة المره وليش ما تشوفي رمح غافل شا سوي انا خليها على الله لو توقع رمح يوافق انا هم حاسي يوافق هو اخوش ولد اي اخوش ولد ظاهرين اما الباطل بالمعاشرة الكاتب والله صدق الليل دز رمح دز الشباب وراحوا سيلو نكتب الولد نكت طلع حباب ما عندو شي رمح بليلتها الجلاط العالم والمر اللي شوية تتصل الاخرات ورمح يقول لا ت لا تلحون جلطنا وانوافد انتظروا طلع من الغرفة حنيد مبتسم ركضت عليش صعب فاتل الغرفة وطلع الدجلاشة وقال وافرت الله يسعدها شنو وافرت؟ قال قالت كيفك رأي من رأيك وانا اشوف الولد زين ما يتعيب رمح وحسن حسن دحك بي خسرني شي شبيغة نادر خطيئة محد محد خطيئة زواج اختيار وهي اختارت اشنا قصرة الولد بيت وحدها واخلاقه زينة بس الناس محد قل لي هذا مسابت وربعا كلها تمدحوا بي واهل زينين ناس بطلع في ودارسين واصلين بعد اشتردين خطيئة حسن محمد محد خطيئة لا تكفرينه خطيئة هم قالت خطيئة لبس الدجلاشة وقال حسن ما يناسبنا غير هذا الحكي ما عندي وقبلت بالولد عقبه يجي يشوفها الله يعوضها بالاحسن منها شفتوا الورا لحيته وجهه اسود ومن التعب تحسوا كبر الف سنة عادي ما حد يموت ورا احد شم يوم وينسه شنو ذنبه قهرد ذنبه اهله وقف قدام المراية مشط بس بعض الظروف تجبرنا نتخل قرباته غزبا علينا وحنين سكتتها سكتتها ما مستعدة ضحي بيها واحطها بيد ام حسن وانا ما جبرت على ايه شي القرار قرارها رشي لي عطر ونشبي اخذت العطر رشيت وانا مقبرة عليها رموحها خطيئة شلون شلون بيتش شلون واضحك باس خشمي وطلع رحت الغرفة حنين فتحت الباب شفتها فاتحة باب الكنتوم طلع قطعة بيضة وجهها دمه من البتشي وعيونها وارمة وخشمها احمر ريام قميصة وريحتها شلون بيه ذحكت بيه وبتشيت القهارد جديد صير بينه ليش هتش مقورين لبست القميص لبست القميص طفت طفت الضرو نامت حنام حنون فدوا حنام عوفيني عفتها وطلعت وانا امسح دموعي قبل لا اطلع شفت جهازها مفتوح على محالة غريتها ومكتوب هي قسمة وانت ما مقسومني اشتركوا في القناة